اشتركوا في القناة محدود بالشباب عاملا محوريا فيما تحقق لهم من إنجازات وطنية مشرفة تحتفي مملكة البحرين مع دول العالم بمناسبة يوم الشباب الدولي والذي يصادف الثاني عشر من أغسطس من كل عام وهي ماضية قدما في تبني مزيد من المبادرات وتحقيق الإنجازات في رعاية الشباب والاهتمام بهم وتعزيز دورهم في خدمة الوطن والإسهام في مسيرة بنائه ويحتل ملف الاهتمام بالشباب وتمكينهم مكانة متقدمة في الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم والتي تؤمن بدور الشباب اللامحدود في نهضة الوطن وازدهاره وهي الرؤية التي تدرك محورية دور الشباب في صناعة الحاضر والمستقبل وأن ضمان استدامة مسيرة التنمية الشاملة يتطلب أن يكون الشباب البحريني على أعلى درجات الكفاءة والتمييز ولكي يتصدر الشباب مختلف المواقع القيادية والتنفيذية فقد حرصت الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تبني المبادرات ووفرت لهم الفرص التي بدورها أن تحفز الشباب على تحمل مسؤوليتهم الوطنية بكل اقتدار وتعزز فيهم روح الإبداع والابتكار لبناء حاضر مزدهر ومستقبل واعد للوطن يمثل دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد للشباب ركناً أساسياً فيما حققه الشباب البحريني من نجاحات وإنجازات في كل القطاعات لا سيما وأن سموهما يبادران دائماً إلى إطلاق المشروعات والبرامج التي تسهم في تنمية قدرات ومهارات الشباب كإطلاق مبادرة صندوق الأمل وإطلاق برنامج لامع وإطلاق جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي لدعم المشروعات الشبابية واكتشاف المبدعين الشباب من داخل البحرين وخارجها وغيرها من البرامج والمبادرات إن مملكة البحرين وهي تحتفي بيوم الشباب الدولي تقدم للعالم أجمع خير مثال على دعم الشباب والاهتمام بهم فتلك الإنجازات التي تحققت تؤكد أن الشباب هو المحرك الفاعل للتنمية المستدامة والمستقبل الواعد لمملكة البحرين